لما الحركة المدنية قبلها بعدة أيام تخرج بيان تتحدث فيها عن الانتخابات الرئاسية وضوابط العملية الانتخابية ثم يأتي بعدها لهو أحد أحزاب الحركة المدنية تحدث عن مرشح مفاجأة وعن أنه هيكون ليه نائبين للرئيس نائب مسلم ونائب مسيحي منهم امرأة ومنهم قبطي ألا تذكرك هذا ما قيل أيام يا ناير برضو أن مرشحين وعدوا أنه نائب قبطي أو مسيحي يعني هو نائب لأن احنا كنا نأقباط نعم مسيحي ومرأة ومرأة يعني ده كان نوع من المغازلة وكأنه يعني النقاش دائر يعني المرشح متوافق وعنده رؤية وخطة بدليل أعلن عنها رئيس الحزب نعم عنده لكن مش في الحركة إنما لم يتفق مع الحركة المدنية يعني لم ينقش الحركة أو يعني بعد البيان بيان اللي تم الاتفاق عليه من قبل الحركة كاملة نعم مسيحي أن الحركة متفق على مرشح مفاجأة يعني وليه السادات لوحده هو اللي بيختص بمعرفة هذا المرشح؟ نوجة نظرك يعني لا يمكن تبادر إلى ذهن حزبي شخص معين يعني تبادر إلى يمكن حزبه وبيجتمع يمكن بيرى في شخص معين أن يكون مفاجأة للناس فالانتخابات مش النجومية السينمائية انتخابات برامج وتاريخ وقوة تسند هذا المرشح يعني المرشح مش مرشح فردي المرشح بيمثل ميه قد إيه ممكن يكونوا بيصدقوه ووثقوا فيه ولو تاريخ في خدمة هذا الشعب وهذا الوطن ترجمة نانسي قنقر